Hi our friends, we missed you وحشتونا Hi Now we are starting unit 7 حنبدأ unit 7 من الترم التاني, second term وحنبدأ بمحادثة لطيفة جدا حمسلها لكم أنا وبيزي بي وسوسكا Let's start, let's start Wait, بيزي بي, استنى ايه رأيك يا بؤلوس قبل ما نبدأ المحادثة ميس إيمان تعلمنا new words الكلمات الجديدة وبعدين نمثل المحادثة أوكي ميس إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Great Six Heroes, welcome to the second term النهاردة هنبدأ باسم الله وحناخد أول unit, unit 7 هنشرحه بالتفصيل, هناخد الأول أهم الكلمات وبعدين هنسمع المحادثة أو الconversation بتاعتنا from our friends من أصحابنا بؤلوس, سوسكا وبيزي بي وبعدها هنشرحوها تاني كمان ده غير إني هنزلك أهم الكلمات وكمان voice بنطقهم عشان تراجعوا بسهولة على جروب التليجرام اللي هتلاقي الرابط بتاعه في صندوق الوصف وهتلاقي على الشاشة دلوقتي رقم الواتس للاستعلام عن دروس الأونلاين يلا بينا نشوف أهم الكلمات النهاردة من كتاب الباهر Unit 7 is called Amazing Artifacts Amazing Artifacts معناها قطع أثرية رائعة طبعا إحنا عارفين Amazing هي adjective صفة وزي ما احنا عارفين الصفة هي كلمة بتوصف الاسم فAmazing هنا adjective وصفت النعون الاسم اللي هو Artifacts Amazing Artifacts قطع أثرية مذهلة رائعة Listen one a visit to the museum زيارة إلى المتحف وvisit كفعل معناها يزور وكاسم معناها زيارة نفس الكلمة باستخدمها noun and verb at the same time لو قلت I visit the museum يعني أنا أزور المتحف يبقى هنا visit جاية as a verb لكن a visit to the museum زيارة إلى المتحف يبقى جاية as a noun كاسم وهي هنا singular مفرد عشان كده أجي قبلها a a visit to the museum هنتكلم أولا عن materials الخمات المواد الخام اللي بصنع منها أشياء مختلفة materials لو دخلتها في جملة هتكون I use materials to make many things I هنا subject فاعل use الفرب أستخدم materials object المفعول I use materials ليه جاي السبب to make many things لكي أصنع أشياء كثيرة وطبعا زي ما احنا عارفين to هنا بعضيها make في الانفينيتيب في المصدر I use materials to make many things أول material granite اللي هو الجرانيت ده نوع من أنواع الحجر اللي كان بيستخدمه قدماء المصريين ancient Egyptians granite ياريت تكرروا ورايا granite 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 the temple is made of granite المعبد مصنوع من حجر الجرانيت the temple is made of granite is made of يعني مصنوع من ودي حنشرحها بعد قليل the temple is made of granite لما حندخل أهم الكلمات في جمل كده ده حيساعدنا كتير في كتابة الparagraph glass يعني زجاج glass glass وطبعا كلمة glass uncountable noun اسم غير معدود كلهم كل المaterials اللي قدامنا دي كلهم أسماء غير معدودة يعني ملهاش مفرد ولا جامع وما ينفعش أكتب قبلها رقم يعني ما ينفعش أقول six granite seven glass كل ده ما ينفعش لأنها uncountable nouns أسماء غير معدودة glass glass the pots are made of glass الأوان هي مصنوعة من الزجاج the pots are made of glass أما clay فهو السلسول أو الفخور clay نفتكرها كذا الي زي day clay the jar is made of clay the jar is made of clay البرتمان مصنوع من الفخور the jar is made of clay أما gold فكلنا عارفين وطبعا دهب الزهب الزهب gold the statue is made of gold التمثال مصنوع من الدهب the statue is made of gold the statue is made of gold مصنوع من الدهب عملين من أول السيشن نقول made of made of إيه الحكاية؟ يلا نشوف made of و made from اللي اتنين معناهم مصنوع من بس اللي اتنين لازم الأول ييجي قبلهم verb to be is للمفرد و are للجامع is made of و are made of is made from و are made from طيب لما هم اللي اتنين معناهم مصنوع من إيه الفرق؟ لو بصينا هنا على السكرين هنلاقي عندنا تابل ترابيزة و تشيز جبنا تابل دي مصنوعة من إيه؟ من وود من الخشب هل شكل الخامة المصنوع منها تغير؟ يعني لما تيجي تمسكها كده مش هتلاقيها خشب؟ لا هتلاقيها لسه خشب يعني هي مصنوعة من خامة ما تغيرتش حالتها ما تغيرش شكلها ما زالت خشب يبقى هنا هستخدم معاها made of وقول the table is made of wood الترابيزة مصنوعة من الخشب لإني صنع من دون تغيير حالة الماد طيب بالنسبة لتشيز تشيز مصنوعة من إيه؟ من ملك يا ترى هي لسه ملك؟ لأ طبعا انت حتى لو قلت الطفل صغير ان قطعة الجبن دي معمولة من اللبن مش هيصدقك لا لون اللبن ولا حالته يعني اللبن سائل وهي صلب يعني ده حاجة وده حاجة تانية خالص إذن المادة تغيرت شكل المادة تغير يبقى حقول cheese is made from milk يبقى made of تصنع من مادة لم تتغير حالتها لكن made from تصنع من مادة أو مصنوع من مادة تغيرت حالتها وتغير شكلها وده الفرق بين made of و made from فاهمناه؟ يلا بقى نرجع نشوف أهمك الوردز عندنا تاني الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار ما تنسوش بارتنتو لسه حتكرروا وراي الكلام يلا بينا artifacts قطع أثرية مصنوعة يدويا artifacts artifacts preserve يحفظ وهنا الـ S بقولها Z زي الزد عشان بين two vowels بين متحركين فبنطقها Z preserve 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 durable يعني متين durable 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 بتقول ورايا durable durable fascinate دي خدناها دي قبل كده fascinate مذهل خلاب مبهر fascinate 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 capital ال-E capital ancient Egyptians ancient Egyptians طبعا Egyptians دي جنسية فلازم تبقى capital ancient Egyptians لكن ancient لا لو جايل وحدها تبقى سمول مع Egyptians تبقى capital ancient Egyptians عشان هم اسمهم قدماء المصريون ما اسمهمش المصريون بس اللي اسمهم المصريون بس احنا لكن هم قدماء المصريون ancient Egyptians museum ميوزيام ميوزيام guide مرشد سياحي ودي طبعا job مهنة guide 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 بستخدمها as a noun كاسم بمعنى مرشد وكمان as a verb بفعل بمعنى يرشد يعني هي بتستخدم اسم وفعل في نفس الوقت زي visit كانت زيارة ويزور وبرضو هنا guide يرشد ومرشد guide guide parents والدين بابا وماما اسمهم ايه parents parents خدناها قبل كده كتير اما climate وبرضو خدناها قبل كده كتير يعني مناخ يعني حارة الجو في وقت طويل climate climate فاكرين يعني ايه حارة الجو في وقت قصير صح weather weather تقس climate مناخ weather climate نرجع برضو weather climate valuable قيم يعني حاجة غالية زو قيمة valuable 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 أنا بقول كتير اهو عشان تقول وراي valuable 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 my necklace is valuable يعني سبب reason وهنا ال-o شوى يعني خفيفة ما بقولش reason لأ reason 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 سبب reason hard hard يعني صلب لو بقولها على شيء خيمة مثلا تبقى hard تبقى صلبة وساعات برضو أقصد بيها صعب أقول مثلا the exam is hard اللي امتحان صعب hard hard a visit زيارة وقلنا طبعا visit يزور a visit زيارة materials materials خمات وبردو قلناها قبل كده papyrus ورق الباردي اللي كان بيستخدمه قدماء المصريين في صنوعة الورق وده نبيت papyrus 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 ورق الباردي papyrus ancient egyptians used papyrus to make paper ancient egyptians used papyrus to make paper قدماء المصريين استخدموا ورق الباردي لصنوعة الورق ancient egyptians used papyrus to make paper pot انه وهنا القوة طبعا بقولها a pot 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 انه dry dry يعني قاف طبعا عكس dry the opposite of dry is wet wet مبتل dry قاف dry wet dry wet dry wet cold بارد cold cold وبردو the opposite is hot cold hot students طلب students students طبعا هي plural والسنجولار student student students 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 wet جيت اهي wet wet weather weather طقس weather قلناهم احنا في وقتهم ان هما weather قلناها مع climate what قلناها مع dry هنا عنتي تصريفات بعض الافعال ودي طبعا افعال regular منتظمة يعني ايه يعني بجيب present المضارع ازود له ed يديني الماضي اللي هو التصريف التاني وكمان يديني التصريف التالت انا في جمع الاحوال بضيف له ed لا لو هو اخره اي بس زي use بضيف له d زي هنا use used used use used 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 يستخدم استخدم last lasted lasted last يعني يدوم او يستمر last lasted lasted last lasted lasted cover covered covered cover covered covered cover يغطي covered covered طبعا حبيبي الماضي الباست ده اللي باستخدمه الماضي البسيط اللي حنشرحه ان شاء الله وبالمناسبة هحطلكو في صندوق الوصف شرح بسيط جدا 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 damaged 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 هنا الـ G هقولها جا جا زي الجا علشان هي between vowels بين حرفين متحركين وبرضو هنا زودنا لها دي بس عشان هي اخيرها اي فسواء اضفت اضفت اي دي او اضفت اي دي او اضفت اي دي او اضفت اي دي للي اخر واي قبلها ساكن ففي النهاية ان كلهم اخرهم اي دي اي دي اي دي ايه بنحفظها ملعش حل تاني نو نو نون نو نو نون نو نو نون اه وهنا طبعا الـ silent عشان اي كلمة قولها كن كدت بقى silent زي نو هنا build built built build built built build built built يبني learn learn بقى ممكن يبقى regular وممكن يبقى irregular يعني ممكن يبقى منتظم ازود له اي دي وممكن يكون غير منتظم اه زي هنا learn learned 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 learn learned 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 learn learned learned يعني هو نافع كده ونافع كده learn learned 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 make made made make made made اللي هي يصنع لو جي قبلها verb to be is made مع التصريف الثالث is made او are made يبقى معناها مصنوع منه مع a from زي ما شرحت قبل كده make made made الاو ليو افتح بقك وقفلو او فاوند فاوند فايند فاوند فاوند فايند فاوند فاوند كيب كابت كابت يحفظ او يربي خدناها قبل كده على فكرة كيب كابت كابت كيب كابت كابت كيب كابت كابت كيب كابت كابت سهلة جدا وصلنا لأهم حاجة important expressions and prepositions التعبيرات الهمة وحروف الجر الهمة الجزء ده اهم حاجة اما يجي احفظه احفظه اسهل طريقة ايه غنيه نغنيه هنحفظه بسهولة ونقطة تانية عايزة اقول عليها لما تيجي نسمع الجزء ده يعني لما ماما تسمع علينا الجزء ده مثلا فده حنسمعه بالعربي يعني كل الكلام اللي فات ماما تقول الكلمة بالانجليش احنا نكتبها بالانجليش قدامها in arabic لكن هنا هي تقول بالعربي واحنا نكتبها بالانجليش الجزء ده بس فعندنا هنا افعال او كلمات عموما words مرتبطة بperpositions حروف جر نحفظ بقى الكلمة بالحرف بتاعها فنعد بقى نغنيها لنقول ايه welcome to welcome to welcome to يعني اهلا بكم في يعني welcome to our house مثلا welcome to the museum اهلا بكم في المتحف welcome to welcome to welcome to welcome to excited to excited to excited to damaged pie damaged pie دي بقى ايه يتدمر او يتضر او يتلف بواسطة damaged by damaged by damaged by damaged by damaged by close to close to close to خد بالكوا هنقولها close مش close لان close اللي بتكتب زيها بالضبط نفس اللي معناها لو قلتها close يبقى معناها يغلق يغلق الباب مثلا close the door لكن لو قلتها close يبقى معناها قريب يبقى الكلمتين بيتكتبوا بنفس الحروف ولكن الاختلاف في النط بيدي المعنى اقولها close تبقى قريب اقولها close يبقى يغلق close to close to close to close to cover in مغطى بي او يغطي بي cover in cover in cover in happy about happy about happy about happy about work at work at work at work مش work يعني work واخذين بالكوا work work at work at work at work at good for good for good for made of made from دول بقى شرحتو ملوحتوهم made of made from made of made from made of made from made of مصنوع من مادة لا تتغير made from مصنوع من مادة تعمل ايه؟ بتتغير made of made from made of made from made of لا تتغير made from تتغير made of وهنا ال-ف بقولها زي ال-V خدوا بالكوا وال-O طبعا بقولها اه دي قلناها من زمين made of لا تتغير made from تتغير of لا تتغير from تتغير of لا تتغير from تتغير of لا تتغير from تتغير a lot of a lot of كثير من a lot of first of all first of all يعني اولا first of all last forever يعني يدوم للأبد last يعني يستمر او يدوم forever للأبد last forever last forever last forever طبعا nothing last forever an interesting question an interesting question an interesting question يعني سؤال مصير للإهتمام an interesting question وطبعا هنا question يا جماعة يعني ايه يعني سؤال وهو noun singular مفرد يبقى يجي قبليه a أو an عشان هو مفرد طب انا عايز اوصفه be interesting خلاص اجيب قبليه الصفة الصفة كلمة بتوصف الاسم وتيجي قبله يبقى interesting تيجي قبلي question طب اعمل if أو an بسيطة تيجي قبلي الصفة يبقى an interesting question an يبقى an تبع interesting لأ an بتاعت question بتاعت الاسم المفرد an interesting question توت عن خامون توم توم يعني مقبرة مقبرة توت عن خامون طبعا من اشهر المقابر في التاريخ لاني لقوا فيها كمية اثار ودهب كتير جدا in good conditions conditions يعني ظروف in good conditions in good conditions the museum of ancient history ما تحف التاريخ القديم the museum of ancient history the museum the museum of ancient history طبعا ancient يا ولاد اكتر من old يعني very 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 old يعني old ممكن اقول على كرسي مثلا موجود عندنا ده old مثلا عمره 20 سنة بس اديم او فستان اديم او شلطة old لكن اقول على الهرم old طبعا لا the pyramids are ancient ليه لانهما بقى لهم الاف السنين ايجيبشان ايجل primary school ايجيبشان ايجل طبعا ايجل يعني نصر وده طائر مدرسة النصر الابتدائيا مدرسة اسمها كده سموها مدرسة النصر ايجيبشان ايجل primary school النصر المصري ايجيبشان ايجل primary school ايجيبشان ايجل primary school الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار اووو شايفين الاثر الجميل ده ده اسمه ايه اسمه solar ship solar ship دي مراكب الشمس او مركب الشمس ذا كوفو solar ship يعني مركب الشمس للفرعون خوفو يعني ايه ارتفاكت يعني قطعة اثرية تعالوا نشوف يعني ايه الارتفاكت القطعة الاثرية هي شيء خدوا بالكم ميد هنا جاء بلها واس عشان بتكلم على الماضي هي تصنعت في الماضي باي يعني بواسطة يبقى هي قطعة صنعت بواسطة البشر في الماضي وعطيني مثال عليه ارتفاكت مركب الشمس بتاعت الفرعون خوفه هي قطعة فنية او قطعة اثرية هي اثرية وفنية في نفس الوقت من مصر الاديمة it's the world's oldest intact ship يعني هي اقدم سفينة فضل الله دلوقتي سليمة intact يعني سليمة intact ship سفينة سليمة اقدم سفينة اتصنعت في التاريخ ومزالت سليمة حتى الان دلوقتي بقى حبيبي تعالوا نشوف الconversation بتاعتنا اللي هيقولها لنا بقولوا السوسكا وبيزي بي وبرضو هنشرح خليكم معايا يلا بي let's go good morning and welcome to the museum of ancient history my name is mr tori and i am your guide today good morning mr tori i am tamir and this is my sister tamara we are students at egyptian eagle primary school and these are our parents we are excited to learn more about ancient egyptian artifacts great what would you like to know well first of all why do we have so many artifacts that's an interesting question one reason is the climate we have a hot dry climate here in egypt so artifacts aren't damaged by cold and wet weather this helps to preserve them the ancient egyptians also knew that certain materials could last a long time that's why they built the pyramids with granite a very hard and durable stone that's fascinating what other materials did they use they used a lot of glass which lasts forever they also used clay which is found close to the river nile to make pots i also heard they used a lot of gold in tut and hamun's tomb yes the ancient egyptians like it to use gold because it's valuable but it's also very durable when they covered artifacts in gold they kept them in good condition i am happy about that it's exciting to enjoy the things they made and welcome to the museum of ancient history welcome to يعني برحبا فيه أرحب بحد في مكان أقول له welcome to يعني لو أنا شفت التوريست سائح مثلا أقول له إيه welcome to egypt يعني أهلا بك في مصر welcome to the museum of ancient history مرحبا بكم في متحف التاريخ القديم قديم جدا عشان هو قال ancient معناها very very old قديم جدا جدا نلاحظ هنا أني عندي museum الامي كابتال ancient الA كابتال history الH كابتال عشان ده اسم المتحف هو اسمه متحف التاريخ القديم my name is Mr. Tarek أنا اسمي Mr. Tarek and I am your guide today وأنا المرشد بتاعكم النهاردة الجمل سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش أي حاجة حيرد عليه تامر يقول له good morning Mr. Tarek صباح الخير سيد طارق وهيعرفه بنفسه وأخته ووالديه I am Tamer أنا تامر and this is my sister تمارا ودي أختي تمارا we are students نحن طلاب students يعني طلبة at Egyptian Eagle Primary School في مدرسة النصر المصري الابتدائية واللاحظ برضو حبايبي إن الإي بتاعت Egyptian Capital والإي بتاعت Eagle Capital والP Primary والS school عشان دي كل لها اسم المدرسة هي اسمها مدرسة النصر المصري الابتدائية لكن مثلا كلمة school لو جيت في جملة عادية أنا مش هعملها كابيتال هعملها small زي مثلا I go to school تبقى small عادي يبقى we are students نحن طلاب at Egyptian Eagle Primary School and these are our parents وهؤلاء والدينا ألاحظ هنا إن هو قال لي these اللي هي الجامع بتاع this فوق لما شاور على أخته قال this دي معناها هذا أو هذه للقريب المفرد لما شاور على مامته وبابا قال these ودي معناها هؤلاء للقريب الجامع يبقى this للمفرد these للجامع بس كلهم للقريب لإنه كان واقف جنبهم كلهم وparents يعني أبوين والمفرد بتاعها singular parent يعني أب أو أم الأب أو الأم اسمه parent اللي اتنين parents أما تمارا فقالت we are excited to learn more about ancient Egyptian artifacts ونحن يعني المقصود هي وأخوها are excited متحمسين to learn لكي يتعلموا هنا excited يعني متحمس إحنا عارفين طبعا excited اللي أخرها ing معناها مثير لكن excited متحمس we are excited to learn إحنا متحمسين لكي نتعلم to هنا معناها لكي وبيجي بعدها فعل في الانفينيتيب في المصدر يعني بدون أي إضافات more المزيد المزيد عن إيه about عن ancient Egyptian artifacts عن الآثار المصرية الأجيمة مستر طارق قال لها great عظيم what would you like to know ماذا تريدي أن تعلمي أو تعرفي يعني عايزين تعرفوا إيه إحنا عارفين like معناها يحب لكن would like to معناها يريد بتساوي want to want to يريد و would like to برضو معناها يريد يعني ماذا تريدوا أن تعرفوا great what would you like to know well حسنا first of all يعني أول شيء أول شيء في كل الحاجات اللي عايزين نعرفوها إيه هي why do we have so many artifacts ليه إحنا عندنا أثار كتير كده so many so هنا معناها جدا many كثير كثير جدا من الأثار نلاحظ هنا حبايبي أن well طبعا هنا معناها حسنا وجاي بعدها comma ناخد بالنا من الحاجات دي عشان لو جتلينا في سؤال bank tuition نبقى عارفين عادة الجملة الإنجليش طبعا بتبتدي بالفاعل الجملة الخبرية العادية بتبتدي بالsubject الفاعل طيب هل well هنا فاعل لا هي مش فاعل دي هي حاجة كده جاية مش في مكانها فإذا أحط بعدها comma عشان هي مش جاية في الموقع بتاعها حاجة كده زي في العربي ما بيقول لا محلة لها من الإعراب أو ما هيش فاعل أو لو هي جملة سؤال ما هيش أداة الاستفام يعني برضو جاية مش في مكانها first of all أول شيء why do we have so many artifacts ليه إحنا عندنا كثير من الأثور ومني طبعا معناها كثير العدد ويجي بعدها كلمة تكون countable تعد وكمان تكون plural جمع يعني ما ينفعش يجي بعدها كلمة مفرد كثير من الجمع يجي بعدها plural زي هنا artifacts that's an interesting question ده سؤال شيق interesting شيق interested مهتم اللي اتنين adjectives صفات ولكن اللي أخيرها ing interesting هنا معناها شيق واللي أخيرها eg interested معناها مهتم that's an interesting question وبرضو هنا question اسم singular noun اسم مفرد وأنا وصفته بأدجكتيف اللي هي interesting طب عشان هو اسم مفرد لازم يجي قبليه آ أو آ زي ما قلنا فيه لما أخدنا الكلمات إن آن هنا طبع question مش طبع interesting هي طبع question إن لازم question اسمه مفرد يجي قبليها آ أو آ بس هي جاية آن عشان interesting أولها فاول يعني تتبع question من حيث إن هي مفرد ولازم قبليها آ أو آن لكن من حيث sound أو pronunciation النطق تتبع interesting عشان مش هينفع أقول a interesting لا هي an interesting عشان أولها فاول one reason reason يعني سبب is the climate climate قلنا اللي هو حالة الجو في وقت طويل المناخ بتاع مصر we have a hot dry climate المناخ بتاعنا يعني الحالة العامة للجو عندنا بتكون hot hard dry وجاف يعني not wet not cold ولا بارد ولا رطب here in Egypt هنا في مصر لذلك حبابي معناها لذلك بيجي بعدها النتيجة عكس because because بيجي بعدها السبب لو شفنا الجملتين دول حلاقي مكتوب I didn't go to school because I was ill أنا لم أذهب إلى المدرسة عشان أنا كنت مريض يبقى النتيجة إن أنا ما روحتش المدرسة إيه السبب إن أنا كنت مريض يبقى because جي بعدها السبب I was ill أنا كنت مريض نشوف الجملة التانية بيقول لي هنا I was ill أنا كنت مريض so لذلك I didn't go to school يبقى إيه النتيجة إن أنا ما روحتش المدرسة I didn't go to school طيب إيه السبب I was ill إن أنا كنت مريض يبقى هنا so جي بعدها النتيجة because بيجي بعدها السبب so بيجي بعدها النتيجة نرجع للنص بتاعنا إنه هو قال إن إحنا عندنا climate we have a hot dry climate here in Egypt ده السبب إن إحنا عندنا مناخ جاف وحور النتيجة لذلك جيت بعد so إن artifacts الأثار aren't damaged لا تحطم أو لا تدمر أو لا تتلف بسبب إيه buy cold بواسطة البرد and with والرطوبة weather بسبب التقص الراطب والبارد وأكد على الكلام الآخر قال this هلبس هذا يساعد this إيه اللي هو climate المناخدة to preserve them طبعا preserve زي ما قلنا الإس هنا بنطقة زي الزيت عشان between two vowels بين حرفين متحركين this helps to preserve them وذيم هنا برضو مقصود بها إيه artifacts عائدة على artifacts the ancient Egyptians also knew that certain materials could last a long time هنا ancient Egyptians برضو قدماء المصريين تلاحظوا أن أنا بقول the قلتها the مش the ليه؟ عشان ancient بتبتدي بذول حرف متحرك فبقول the ancient Egyptians also أيضا new عرفوا الماضي بتاع new يعرف new عرفة that certain materials materials قلنا خمات بالتحديد خمات محددة certain materials could last a long time استطاعت أن تدوم أو تستمر لوقت طويل نلاحظ هنا استخدم could اللي هي الماضي بتاع كان لإني أنا بتكلم في الباست في الماضي ماينفعش أقول كان فجبت الباست بتاعها could وهنا ال L silent طبعا مش بنقولها وسواء كان أو could اللي اتنين لازم ييجي بعدهم الverb في المصدر بدون إضافات عشان جيه بعديها last اللي هو يستمر أو يدوم في المصدر that's why they built the pyramids with granite a very hard and durable stone that's why معناها لهذا السبب لهذا السبب إذن بيجي بعديها النتيجة يعني هي بتسوي بتسوي سو يبقى that's why بتسوي سو اللي اتنين بيجي بعدهم النتيجة that's why they built هم بنوا built الباست بتاع build بد لكن built بالT المودي the pyramids للأهرامات with with هنا معناها بي يعني بنوا الأهرامات بي اي granite اللي هو الحجر الجرانيت a very hard hard هنا معناها صلب يعني حجر صلب جدا قوي جدا and durable stone يعني هو حجر متين وقوي صلب يعني تامر عجبوا الموضوع جدا وقالوا that's fascinating هذا مبهر هذا جميل جدا مبدع مبهر what other materials did they use what other materials يعني ما الخامات الأخرى what ساعة بتيجي ويكون معاها كلمة تانية ويهم الاتنين مع بعض أو التلاتة مع بعض يتحطوا في خانة أداة الاستفهام زي مثلا لما أقول لحد what school are you in انت في مدرست ايه what food do you like ما الطعام اللي انت تحبه فهنا what food كلها جاي بعدها do يعني كلها جاي أحطها في خانة أداة الاستفهام هما طبعا مش كلهم أداة food مش أداة استفهام لكن هنا بتبقى هي وwhat اللي اتنين بحطهم في خانة أداة الاستفهام وييجي بعدها الفعل المساعد اللي هو دو زي الجملة اللي عندي what other materials أخد بالي عشان السؤال ده مهم لسؤال سؤال الترتيب ممكن يجيلي أركز فيه what other materials دي كلها أحطها في خانة الquestion word أداة الاستفهام أحط بعدها الفعل المساعد اللي هو did وبعدين subject زي وبعدين المين verb الفعل الرئيسي use يبقى what other materials did they use what other materials did they use what other materials did they use ما أحطش بقى what وبعدين أحط بعدها did وأقف بقى مش عارف أكمل الجملة what did ومش لاقي مش عارف أحط فين other materials لا what بييجي بعدها الكلمة أو الشيء اللي بتسأل عنه في أحوال كتير زي اللي أنا قلتها يبقى هنا what other materials did they use ركز في الجملة دي عشان سؤال الترتيب what other materials did they use ملخمات الأخرى التي استخدموها ميستر طرق هيقول له الخمات الأخرى اللي كانوا بيستخدموها فقال له they used نلاحظ حبايبي برضو إن كل الأفعال هنا في البست في المودي عشان أنا بتكلم عن قدماء المصريين اللي هما من ألاف السنين يعني مفيش مودي أكتر من كده they used a lot of glass هما استخدموا كثير من الزجاج which lasts forever اللي بيستمر أو يدوم للأبد يبقى last هنا معناها يدوم يفضل يعني يستمر forever للأبد they also used clay وهم أيضا استخدموا clay وبرضو used في البست which is found close to the river nail to make pots هما استخدموا clay اللي هو السلصال أو الفخار which الذي أولته لغير العاقل زي ما خدنا في الترمي اللي فات إن which ممكن تجيلي هي تشوز ما كانها في سبيس وأنا هاختارها باختارها بنان عن ايه؟ عن الكلمة اللي قابلها على طول اللي هي هنا clay الكلمة اللي قابلها لازم تكون غير عاقل زي هنا clay سلصال فهحقول which لو كانت عاقل كنت اخترت أو كنت كتبت هو يعني هو للعاقل which لغير العاقل فهنا clay which is found يوجد الذي يوجد close to the river nail قرب نهر النيل to make pots صنعوا من الكلي ده من السلصال ده عملوا به الأواني فهنا حيرد عليه تامر ويقول له I also heard أنا أيضا سمعت they used a lot of gold إن هما استخدموا كسير من الدهب in توتانخامون's tomb في المقبرة بتاعة توتانخامون يعني كل المشغولات أو المصنوعات اللي فيها كانت من الدهب gold مستر طارق yes the ancient Egyptians قدماء المصريين liked أحبه بردو باست بردو ماضي to use gold أحبه أن يستخدمه الدهب ليبقى because اللي بيجي بعدها السبب because it's valuable لأنه قيم طبعا عارفين إن gold very expensive غالي وقيم but it's also very durable ولكنه أيضا متين جدا يعني هو قيم وفي نفس الوقت متين durable يعني متين when they covered artifacts in gold they kept them in good condition عارفين طبعا when لما بتيجي في أول الجملة الاستفهمية اللي في أخيرها question mark بيبقى معناها متى امتى تسأل عن الوقت لكن لما بتيجي في أول جملة خبرية أو حتى في نصها يعني المهم في جملة خبرية بيكون معناها عندما عندما they هم غطوا القطع الأثرية دي artifacts in gold بالذهب فحيقول لي بقى تأثير الغطاء اللي من الدهب ده قال لي they kept them بيحفظوا عليهم them هنا عائدة على artifacts in good condition في حالة جيدة good condition يعني حالة جيدة وطبعا تامر مبسوط جدا فقال I am happy about that أنا سعيد بذلك إن هم يعني حفظوا على artifacts it's exciting to enjoy إنه من المسير أن نستمتع تو هنا بمعنى أن وبرضو هي جايب معنى أن بمعنى لكي بأي معنى حييجي بعدها الفرب في infinitive المصدر بدون إضافات to enjoy the things they made يعني إنه من المسير أن نستمتع بالأشياء التي صنعوها ونلاحظ برضو هنا made في البست كل الأفعال عندي هنا جاية في البست إلا إذا كنت مضطرة أجيبها في المصدر زي enjoy هنا عشان قبلها تو أو بعد كود مثلا ولكن غير كده الأفعال كلها في البست عشان أنا بتكلم عن الموج وكده يبقى شرحنا listen one من unit 7 بالتفصيل كل شيء فيه قلنا يا ترى كده خلصنا لأ لسه كمان التدريبات هنحل التدريبات كتاب الباهر في session ولسه البراجراف في طريقة جديدة أنا جايبها لكم هنكتب بيها البراجراف اوعوا تفوتوا session اللي في البراجراف جديدة وكمان هنتعلم ازاي نترجم من عربي لانجليزي يعني شوية حاجات كده احتروا session وانتو هتفهموا اللي مش متابع القناة يتابع واللي استفاد ما ينساش اللايك ويستناني في البراجراف المهم جدا اللي حيبقى له session مخصوص ل listen ده وكمان حل تدريبات الباهر ويا ريت ترجعوا session شوية وتسمعوا المحادسة تاني من بؤلز وسوسكا وبيزيبي بعد ما شرحناها بالتفصيل اتمنى اكون افتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميس ايمان